الملك المفدى لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أهل سعود أمير منطقة الرياضة واسعدة الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وعضاء السفارة البحرينية في الرياضة وعدد من كبار المسؤولين السعوديين وتفضل صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي يسرنا ونحن نصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيق تلبية لدعوة كريمة من أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل هذا المهرجان والذي ينطرق من رؤية خادم الحرمين الشريفين في تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية وتعصيل الموروث الحضاري للمملكة العربية السعودية الشقيقة والحفاظ على تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية كما وأننا نعرب عن سعادتنا للالتقاء مجددا بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ونؤكد من خلال هذه الزيارة على حرصنا على تعميق العلاقات التاريخية بين بلدين وشعبين الشقيقين الذين تربطهما وشاج القربة والمصير المشتركة وذلك السمرارا للنهج الراسخ في التواصل وتجسيدا للرغبة المشتركة في تنمية وتوطيد هذه العلاقة التي تزاد رسوخا ومتانة مع مرور الزمان والدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق المتبادل في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة ولتلبية تطلعات شعبين الشقيقين في تحقيق المزيد من التطور والنماء كما أن لقاءنا بأخينا خادم الحرمين الشريفين سيكون فرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظارة حول التطورات والمسجدات التي تشهدها المنطقة وذلك بهدف التنسيق لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة التي تواجه دولنا وبما يضمن تعزيز أمنها وترسيخ السقرارها وإننا نؤكد على أن الجهود المباركة والمبادرات الخيرة والمقدرة التي يبدلها أخينا خادم الحرمين الشريفين كان لها بلغ الأثار في تجنيب المنطقة الكثير من الأخطار وهي جهود تجسد الدورة الريادية والقيادية المستمر الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة خاصة في هذا الوضع الأقليمي الحرجي والدقيقة سألين المولى عز وجل أن نديم على بلدين وشعبين الشقيقين نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار وأن يوفقنا ويسدد خطانا لما فيه خير شعبين وبلدين وأمتين العربية والإسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر